خطفت الرجل يا دم؟ لا ما خطفتوش انا جبته معايا بس جبته ايه رجل؟ ده انت علقته من ضغفره طويته فين؟ هنا في البيت لو اي موضب لو قودة مش هيلاقيها في احسن قطيل في مصر هو فين دلوقتي؟ اتعشى ونام وتقفل عليه عادي يعني مالحظم انت لسعت كلنا لسعنا خلاص وبعدين انا مكنش قدامي حل غير كده انت عامل ايه يعني؟ تقولتلي بقى الموضوع ده هيكلفك كمان؟ حوالي مليون دولار ياه ده المكنش ممكن يزيد كمان انت شايف سعر الدولار دلوقتي بقى عامل ازاي؟ على فكرة بقى جماعة احنا التلاتة بنقابل بلاوي مع اللي بنحبوهم بس كل واحد بالتركيبة بتاعته بقى انت بتقول فيها؟ خلاص قربت انفجر دي ايه دي برضو؟ هو في غيرها؟ خلاص قربت احس انها فعلا متصلات علي ومبله انا اقول ايه؟ بقولك ايه يوسف انا عارفت ان السنقة دي ايه؟ انا شعرفني ايه يعني قبل ما تسافر الامارات عامل ما شفتك خراجتة مع نفس الجنة مرتين؟ اه انا بقى مع الهام دي يا جماعة اول مرة احس باحساس التحرش اللي بيتكلمه عنه بجد لا يا رجل جبروت يا جماعة انا في حياتي ما شفت كده بقولك يا ادم احنا لازم نخلص موضوع رغد بسرعة عشان اكتر من كده الستي دي في حياتي هتمسك اداب ومش بعيد ان انا انزل بملايات قدام بنتي مش عايزة تصدح انا عندي عائلة عزاربية ما تخافش ما تخافش يا مالك ادمة عايزك ثانية واحدة يا جماعة وارجعلكم رغم انا عايزك تسمعني كويس انت لا يهمني ادي ولا فاروق ولا الدخين ده بسور انت اللي عملت لي كل عكا هي الوافعياتي واكتر من اللي باحلم بي كمان انت الوحيد اللي تفرق معي في القصة دي مرهام الموضوع مش محتاج كل الهيصة دي مش محتاج ازاي طب و ادي اللي قالب عليك الدنيا عشان الجوهر بكعتم خلاص يا ست بكرة الصبح هكلم وقت اميرو ارتحتي ارتحتي مهم انا عايز مني الخدمة او امر انا تعبان قوي وعايز ارتاح ومش عايز اروح القتيل ان شاء الله اليوم واحد بس طب اتحذر يا رغم ده بيتك ومال فين الشروط بتاعتك تحت مع رحيم من فضل يخلي الباب يطلحوا اتحذر وهطلب لينا عشا كمان تحب تاكل ايه حاجة خفيفة حاجة مشوية مثلا ممكن ممكن حاجة 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 اشتركوا في القناة